تعينات جديدة تعيد نظام السابق للواجهة من جديد بعد أن طوت ذكرهم ثورة الحادي عشر من فبراير هذا ما فسره الكثير من المتابعين للقرارات الجديدة والتي قضت بتعين علي صالح الأحمر قائدا لقوات الاحتياط الحرس الجمهوري سابقا بعد عام من صدور قرار تعين اللواء سمير الحاج قائدا لتلك القوة وهي تسمية لكيان غير متواجد على الأرض حاليا فالحرس الجمهوري أو قوات الاحتياط التي كان هادي قد أعاد هيكلتها بعد توليه الرئاسة تحت هذا المسمى تفككت عقب سيطرة ميليشيا الحثي على صنعاء وتوزع أفرادها بين مقاتلين تلقوا توجيهاتهم من الرئيس المخلوع صالح للقتال مع جماعة الحثي ومجامع أخرى عادوا إلى منازلهم وعدد قليل التحق بالقوات الموالية للحكومة الشرعية في مأرب محمة قائد قوات الحرس الجمهوري ليست جديدة على اللواء علي صالح الأحمر منذ أن كان قائدها بداية عهد حكم الرئيس المخلوع علي صالح مطلع ثمانينيات حتى عام 2000 حين تم عزله وتعين أحمد علي صالح بديلا عنه وفيما يرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تجميع قوة عائلة صالح والتي تبدو مفروضة من الدعمين الخارجيين للشرعية يرى آخرون بأنها محاولة من الرئيس هادي لسحب البصات من تحت أقدام دولة الإمارات التي تسعى لتجميع قوات الحرس الجمهوري تحت اللواء الطارق صالح في العاصمة المؤقتة عدن يهدف القرار الرئاسي إذن بحسب هؤلاء إلى إعادة لملمة القوات الموالية للرئيس السابق تحت قيادة أخيها الموالي لشرعية في تحدي واضح من قبل الرئيس هادي لأحد أعضاء التحالف العربي الإمارات التي تسعى لإعادة عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ممثلا بنجله أحمد علي صالح وابن أخيه طارق صالح مجددا إلى الواجهة عبر بوابة الجيش وتسخير نفوذ العائلة التي حكمت اليمن ثلاثا وثلاثين سنة لمصلحة التحالف الذي يريد أن تظل اليمن تحت قبضته حتى بعد التحرير الكامل إن حدث